استكمالا لحديثنا عن النوع الثاني من أنواع الأعمال التجارية بطبيعتها وهي الأعمال التجارية على سبيل المقاولة عددنا سبع أنواع من أنواع الأعمال التجارية على سبيل المقاولة وهي التي صنفها المنظم السعودي في نظام المحكمة التجارية في المادة 2 وهي مقاولة المحلات والمكاتب التجارية ومقاولة البيع والمزاد العلني ومقاولة الصناعة ومقاولة التوريد ومقاولة الوكالة بالعمولة ومقاولة إنشاء المباني ومقاولة النقل والسؤال الذي يطرح نفسه الآن على السامع الكريم هل وردت هذه الأعمال على سبيل الحصر أم على سبيل المثال في الحقيقة التعداد الوارد لأعمال التجارية على سبيل المقاولة في المدة 2 من نظام المحكمة التجارية جاء على سبيل المثال للحصر لذلك نجد أن القضاء قد أضاف لنا أعمال تجارية على سبيل المقاولة مثل مقاولة التأمين البري ومقاولة الإيداع في المخازن العامة والإيداع في المخازن الجمرجية ومقاولة النشر وما يتعلق بالمحل التجاري وما يتعلق بالشيق وما يتعلق في المضاربات في البورصة فمثل هذه المقاولات لم يتم ذكرها في المدة الثانية من نظام المحكمة التجارية وإنما التي أتى بها أو استحسسها هو القضاء ترجمة نانسي قنقر